اللهم الرحيم والصلاة والسلام وبركاته عندما يعني يشيكوا ان ينتهوا من المناسك الحج بالتفاخر بالاحساب والانساب وكان يقولوا احدهم ان ابي كان يفعله كذا وكان ابي افضل من ابيك وهكذا وكان ابي يطعم حجي ويسخي ويتباهون ويتركونا الدعاء او كانوا يدعونا يا رب ارزقني مالا يا رب ارزقني غنما يا رب ارزقني ابلا ويتكون الدعاء بالاستغفار او دعاء بالاستغفار يعني ان يقبل الصلاة والله الحج وبعد ما هذا ميدعو الحج ويقبل الحج ويدعو للدنيا فالنزل قول اللي صلى الله عليه وسلم ويتفخرون في الاحساب والانساب ويذكرون اباءهم وكما كان يفعلوا اباءهم في الجاهلية تفاخرنا وتفاهية فالنزل قول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قضيتم من ناسككم زبحتم الزبيحة فيهم النحر وحلقتم وطفتم وجراميتم جمرة العقبة ولم يبقى إلى توفر الإفادة اللي هو الركن الأخير من الحج فأوشاكتم من دلتم تهوا فشكر ربنا سبحانه على أن نوفقكم لكل يتمام من مناسك ووضع ربنا سبحانه على أن يتقابل منكم الحج بدلا من أن تفخروا تفخروا بالأحساب والأنساب ولذلك ربنا سبحانه قال أربع من أمور الجاهلية ستظل في أمتي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم فلذلك قال الله سبحانه وتعالى فتقولوا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكر يعني بدلا من تذكروا الأباء تذكروا الله سبحانه وتعالى كما كنتم تذكروا أباءكم في قلبة عدرماء كما كنتم تشتدوا في ذكر أباءكم لا بل أشد ذكر فتكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكر أي بل أشد ذكر أو كما قال العلماء اشتكروا أباءكم كما يذكر الطفل الصغير أباه يذكروا الله سبحانه وتعالى كما يذكر الطفل الصغير أباه فبالنسبة يقولوا يا رب ديني الديني مال الديني غنم الديني قبل كما كان يفعل العرب القديما وربما كان يفعل بعض الصحابة قبل تنزل هذه الآية فنبههم رب العالم سبحانه وتعالى وحسهم ألا يفعلوا ذلك فقال لهم بل قولوا الله ما أعطينا حجة مبرورا لما رزقنا مالا حلالا لا مالا للضعاء في الدنيا ولكن يكون للأخرة ولا يكون كل ضعاء كل ضعاء للدنيا ولكن رزقنا مالا نستعين به على عبادة الله نستعين تذكر مالا عن ترابيهة أولادنا ولكن هاكذا رزقنا مالا نتصدق بيه ونتزكى ونحج به مرة أخرى هزدو عقل الدنيا لكن رزقنا مالا رزقنا غنما رزقنا قبلا كان بعضو يقول أجعلني كما اجعلت أبي سييدا رزقنا مالا كما ارزقت أبي طبعا هذا فاسكولوا الله كتكيركم وأباءكم ومشارة الذكر بالنسبة يقول وابنى أتينا في الدنيا وما لو في الأخرة من الخلاق يدعو للدنيا وكان الأحرى بي أن يدعو للأخرة أنه ليس له في الأخرة وزن سيكون من أهل النار فماذا يوضي ماذا تفيدك ماذا يفيدك دعائك للدنيا وأنت من أهل النار كان من أحرى بك أن تدعو أن يرديك أن يتقبل الله بحاجك حتى تتنجب من الظر في الأخرة يبقى هو مالوش وزن عند ربنا سبحانه وتعالى هو لعب الديني في الدنيا والديني والدين ومنهم ما يقول وابنا أتينا في الدنيا حسنة في الأخرة حسنة وقلنا على دم النار قلنا حسنة بعضهم لأنها قال في الدنيا المال وبعضهم قال للمرأة الصالحة وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سعادة ابن آدم في أربع الزوجة الصالحة والمركب الصالح والبيت الواسع والدار الواسع والجار الصالح والجار الحسن وشقاوت ابن آدم في أربع المرأة السوق والدار الضيق والمركب السوق والجار السوق العزو بالله. وبعد ربما قالوا هذا عم. كلمة حسنة معناها عفية. اللهم عفينا في الدنيا وعافينا في الاخرى وتشمل كل ذلك. وده لا صحيح. ربنا قدتنا في الدنيا حسنة في الاخرى حسنة والحسنة في الاخرى هي الجنة. واقعنا عدام النار قلنا. ليه ربنا فصل كلمة النار؟ لان الحسنة هي الجنة. ما ممكن الناس تخش النار باكده تخش الجنة. لان النجاة من النار في حد ذاته نعمة عظمة جدا. يعني حتى ربنا ما دخلناش للجنة كفاية بس ان نجينا من النار. لذلك فصل. فصل النجاة فما نزحز عن النار وادخل للجنة تفقد فاز. فمغرد انك تزحز عن النار ده فوز عظيم. لذلك لان اعمالنا ما توفيش نعمة واحدة من نعم ربنا صحانه وتعالى علينا. والجنة دي ربنا حدهنا زيادة. فاهم حاجة انح لننجو من النار دي اهم حاجة. فلذلك فصلها ربنا صحانه وتعالى عن عن الجنة. لان ربما البعض يدخل النار ثم يدخل الجنة. يعني ودي الحسن اللي هي الحسن تحت الجنة. فلا قيمة للجنة اذا كان الانسان هي يدخل النار وللحظة. طبعا الجنة شيء عظيم. لكن لو قال له واحد خيروه. قال له تبعث. تخش النار شوية. ما تخش الجنة. ولما تبعث خالص. قال له لا ما تبعث خالص. فاذا النجاة من النار في حد ذاته نعمة عظمة جدا. لذلك فصلها ربنا صحانه وتعالى وقال ربنا يأتينا. ومنهم يقول ربنا يأتينا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة. وقين عذب المعارب. لا مانع. الانسان يدعو للدنيا. كما قال رب العميس سبحانه وتعالى. قالوا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحسن كما احسن الله عليك. ولكن تجعل الدنيا في يدك ولست في قلبك. فتنساش دعاء للاخرى من نوع الاهم. ربنا يأتينا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة. وقين عذب. أولئك لهم نصيبه مما كسبوا. والله صحيح الحساب. الطائفة الاخيرة دي هي ما يديهل اللي هي نصيب مما كسبوا. من حسنات. اما الطائفة الاولى الفاسدة. فسيضيع عملوها هباءا. وسيضيع حجوها هباءا. ولان دي الله. لانها كان فرياء. وكانوا صمعة. وكانوا بيدوروا على المال. وما دعوش ان الحج يبقى مبرور. لكن الطائفة التانية. اللي تدعو للدنيا والاخرة. وعندها اخلاص. هي دي لو بنا سبحانه وتعالى هتقبل حجاء. اولئك لهم نصيبه مما كسبوا. والله سهلوا الحساب. قلنا سهلوا الحساب. ان ربا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عددات والى حاسبات. او الاعواق الاصابع يعني مثلنا. فللعد سبحانه وتعالى يستطيع ان يحاسب كل الناس في لحظة. فساني الحساب. او لو ساني الحساب ان الواحد منا. هيطلع من قبره هيحس له كنبات الليلة. يبقى ساني الحساب. العاية البرزخية هتمر عليها كأنها ليلة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الى عشية او ضحاها. يبقى ازان. يبقى ساني الحساب. او ساني الحساب لان المؤمن بعد ما يمر عليهم الحساب ويخش الجنة. يوم اللي يقرأ عصاصا في الحديث صحيح. هيمر عليه كأنه صلاة مكتوبة. كأنه صلى عصر. يبقى ساني الحساب. او ربا سبحانه وتعالى هيجمع كل خلائق مليارات مليارات الخلائق ويحسب كلها في يوم يكون على الكافر خمسين الف سنة وعلينا احنا نقدار صلاة مكتوبة زي ما احنا نقول. دي برابرنا ساني الحساب ساني الحساب. ثم قالوا سبحانه وتعالى بعد ما انتهت رمي جاملة العقب الكبرى بتيت رمي الجامرات السلاسة. اا اا كل واحدة منها اا 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 تلاتة وستين كل واحدة منها واحد وعشرين واحد وعشرين وعشرين بقتلات وستين وفي سمع جامرات بالترمي اللي هي جاملة العقب الكبرى في اليوم النحر. احنا قلنا ترتيب اعمال النحر. كالادي. ااا بتبعد بتندفع من المزدلفة وبتروح منها. بترمي بعدين بتنحر. بعدين بتحلق. بعدين بتطوف طواف الافاضة. وده الركن الراكين الركن الاخير. ااا من الحج. الرصاصة مقول اذا رميتم اذا اذا رميتم وحلقت ونحرتم ما طفت وانا اذا 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 رميتم. وانحرتم او تبحتم وحلقتم. فقد تحلل. فقد تحلل. فتحلل. حلل تحلل الاصغر. ااا. يبقى التحلل الاحبار يكون بعد طواف الافاضة اللي هو في الاخر. ف. فقرر الصلاة والسلام الحديث عن السيدة عايشة. اذا اذا اه ا اه ا اه ا 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 تبحتم. ذبعتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا نساء لكن طبعا لا يجوز لك أن تصيد في الحرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم مكة وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم مدينة ورقم عليه وسلم حرم مكة فلن ينفروا شوكوها ولا يعددوا لا ينفروا صيدوها ولا يعددوا شوكوها فمكة كلها حرم فمالتالي ما ينفعش اننا نستطفع فإذا لكن صيد البحر حلال لكن صيد البر في مكة لا يجوز أما الطيب والنساء فكل شيك حلال مدام أنت لسه ما طفت اشتغافي الافاضة إلا نساء أو ما طفت اشتغافي الافاضة في يوم النحر في يوم العشر خلاص حلالة التحالل الأكبر ويجوز لك كل شيء طيب ربينا يقولوا PAUL بيكونوا لها في أيام المعدودات هذه الأقلام المعدودات هي أيام التشريق ولي Squash 11 والثاني عشر والثالث عشر من زي الحج اللي هو بعد اليوم العشر الي هو أيام النحر لم تسميه يام النحر الي هو opening اليوم يعد الأطحى اليوم الحناشة والاثناشرة والثلاثتاشر دول أيام التشريق ماذا سميت أيام التشريق بعضوا اللهم قالوا لأن كان العرب القديم يقولون أشرق ثبير كاينما نغير أو أشيخ ثبير كاينما ندفع في السير فكانوا ما بيطلعوش من المستلفة إلى مع الشمس ستشرق لذلك العصر والسلام خالف أهل المشركين وكان بيدفع قبل ما تطلع على الشمس يصلي فجر بسرعة في وقتها ويطلع بسرعة قبل ما الشمس ستشرق عشان يوصل منه ويرمي رمض جمرة العقبة القبرى ويخالف هادي الكفار أو السودان الكفار أو السودان المشركين فهم كانوا بيستنوا لما الشمس تشرق على جبل اسمه سبير يقول أشيخ السبير كاينما نغير عشان خلص أرابنا نخلص منسك الحج عشان يبتدي نحارب تاني أو عشان ندفع من السير من المستلفة لجمع نروح جمرة العقبة القبرى عشان نرمي كبرة العقبة القربى اليوم النحر وبعد مختلف يرمي ويرمم وبعد ما نرمي نتزبح وبعد ما نتزبح نحلق وبعد كده نتوف توافر الإفادة الأربع العمال الأساسية بتوعهم النحر لو حصل فيهم خالة في الترتيب رحمه الله سلام كما قلت قبل ذلك قال واحد قال له يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي زبحت قبل أن أرمي فقال له حرك وقال واحد تاني قال له يا رسول الله حلقت قبل أن أزبح قال له لا حرك افعل له لا حرك لأن الحلق مفروح يكون آخر حاجة الحلق ده ده التحلل بيكون بحلق الشعر أو برأسه والتحلق والحلقة أفضل من القص فبيكون بعد ما بترمي جمرة العقبر الكبرى وبعد كده بعد ما بترمي الجمرة العقبر الكبرى بتزبح الهادي اللي معك إذا كنت متمتع أو قارن وحفيننا الفرق بين المتمتع والقارن وبين المفرد فالمتمتع والقارن اللي هو دخل العمرة في الحج لازم يكون معها هادي اللي كانش معها قادر يهدي ويسوم تلات يام في الحج وعشرة إذا راجعتم تلك عشرة كاملة ذلك اللي ما يكون لأهله حاضرين في مسجد الحرام اللي حاضر في مسجد الحرام مالوش إنه يتمتع ويقرن لازم يكون الحج بتاعه مفرد وإن القارن بيكون يجوز له آآ طواف واحد وسعي واحد أما المتمتع بيكون له طواف طواف وسعي بعد كده طواف وسعي تاني طواف وسعي الأولين بتوع دول بتوع العمرة لكن لازم يطوف وبعد كده يسعى بعد ما يطوف طواف اللي فاضح يسعى لسن المتمتع بيقول له طوافين وسعيين لكن بعد ما بينتهي من عمره أبو بيخش مكة بيشوف بيشوف بيطوف طواف القدوم وبعد يسعى بعدين بيتحلل تحلل كامل وحتى يستطيعون أن يأتي النساء لغاية يوم التروية كما كان صحابا كنا نأتي ومذاكيرونا ومذاكيرونا تقترمانيا وبعد كده يحرم تاني للحج بيوم التامن ويفعل كل العمل دي ويطوف ويسعى فأما القارن فبيفضل على إحرام يظل على إحرامي من أول الأول إلى الآخر لكن يجزئه يجزئه طواف سعي واحد السعي اللي هو عمله مع طواف القدوم لكن يبع لي طواف إفادة ومش يقولوش أنه يسعى تاني بعد طواف الإفادة وده الفرق بين القارن لكن أنت لو كنت قارن أو متمتع لازم يكون معك هادي فمتمتع منكم بالعمر هتقل لحدش فمسيسر من هادي لأنت بتوفر على نفسك سفر ريئة تانية بعمر مخصوصة وبتعمل العمر مع الحج فلازم يكون معك هادي بتباحه فالهادي ده بتباحه بعد رمي جامرة العقبة القبرى وبعد ما تباحه بتحلق كما أنت معكش هادي بتصوم تلات ايام في الحج وسبع وسبع إذا رحضت تركع عشر ودكار لذلك يبقى بتعوض الهادي لأن أنت الهادي ده من كنت تصوم عشر ايام تلاتة منهم في الحج وسبع لما ترجع ف وأن العصاصها من رخص في سيوم التلات ايام دول تور حج لأهل العرفة لأهل الحج إذا كانوا معهوش هادي يجوز له أن يصوم التلات ايام دول ذا دي استثناء لكن اللي معاه هادي والسيام الرسول صاحب الحرم أن يصوم ايام التشريق لأنها أكثر ما نبين دوقتي ايام أكل وشرب وتباعل وذكر الله ايام ذكر شكرا ربنا قال واسكوم الله في ايام المعدودات اللي هي ايام التشريق التلاتة اسمها معدودات لأنهم تلات ايام هي ايام التشريق ومعضة ما اسموها تشريق لأننا ندبح بعد شوق الشمس ندبح بعد شوق الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصلي ربك وانحر فما ندبحش إلى بعد شوق الشمس فالنحل بيكون بعد شوق الشمس فقالوا يسمى تشريق لكن الارجح كان العرب قديما عندما يسبحون الأضاحي يشريقونها يعني يشريقونها يحطوا اللحمة يجففوها في الشمس الحامية عشان تتجفف وتبقى تبقى سهل لأنها تتاقي ويخرج منها الدهن وكذا فصليت عشام التشريق لذلك فتقولوا الله في ايام المعدودات فمنتعدوا في يومي طبعا الزكر هو ايه التكبير الحاج مع كل مع كل جبرة بالميها في يوم بيكبر يقولوا الله اكبر ويرمي الله اكبر ويرمي فده ذكر وفي نفس الوقت غير الحاج بيكبر ايضا بعد كل صلاة مداية من يوم عرفة من بعد صلاة الظهر من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر وعرفة لغاية نهاية يوم العصر نهاية بعد صلاة العصر في يوم التشريق في يوم الثالث من التشريق في بعد صلاة المغرب ما فيش تكبيري بايزا تكفضل تكبر من يوم عرفة بعد صلاة الفجر لغاية عصر يوم سالس ايام التشريق. فالتكبير ده زكر الله سبحانه وتعالى. وكان عمر ابن الخطاب اللي ادرانه يكبر في منا في ايام التشريق حتى يكبر الناس معه حتى يكتز يعني يعني تنفجر منا بالتكبير وتكتز بالتكبير. فالتكبير ده هو الزكر. اسكول الله في ايام من معبدالداد. وكان عمر ابن الله ابن الخطاب والصحابة بيخرجوا الى السوق ويكبروا وهم راحين في السوق. وهذا هو الزكر التكبير. واسكول الله في ايام المعبدالداد فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليهم ومن تاخرى فلا اسمع عليهم. فمن تعجل في يومين يعجوز لك ان تنفر من الحج بعد يومين. بعد يوم التشريق الثاني يجوز لك انت رميت 21 جمرة حصى في اليوم الحداشر وفي اليوم التناشر رميت 21 حصايا يجوز لك ان انت ما تقعدش اليوم الثالث وتنفر وترجع. ويسمون فور لي رجوع سريعا. الراسطة قال ان السفر قطعة من العذاب يمنع يمنع احدكم طعامه وشرابه. فمن قضى تفسه فليعجل الى اهله. فليعجل الى اهله بسرعة. فذلك فدي رخصة. والراسطة قال ان الله يحب ان تقطع رخصه كما يحب ان تقطع عزائمه. فمن الرخصة ان انت ممكن تقعد تلمي يومين بس ومتقعدش اليوم الثالث. لكن الاصحاب راضي عام قالوا من ادركه الليل. الليل وبمنن من يوم الثاني قبل ان ينفر. قبل ان ينفر. فلا ينفر حتى تزول الشمس من 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 تلت يوم. بتبعن ان هو يرمي الجامرة الثالثة. لان الرمي بيكون بعد الزوال بالنسبة لتلات ايام. يبقى حلو. الرمي بيكون بعد شوق الشمس. في جامرة العقبة الكبرى اللي بتترمي يوم النح. وبتبقى بعد الزوال في تلات ايام اللي هم اقتل حداشر واثناشر 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 ايام التشريق. بس لو انت عايز تمشي باليوم التاني ما تخليش آآ الليل ييجا عليك. لان الليل لو دخل عليك الصلاة المغرب قدنت يبقى انت دخلت في اليوم الثالث. بعد دخلت في اليوم الثالث. فدي السنة. طيب ربنا بيقول فتقول الله في ايام المعددات فمن تعجل فيه يومين واخد بالرخصة ونفر بعد يومين فلا اسم عليه. وانت اخر فلا اسم عليه. يعني فلا اسم عليه. بعض رماء قالوا اسم عليه ان هو آآ ما استناشر اليوم الثالث. انه كان احسن له يستنى اليوم الثالث. فلا يمشي بعد يوم الثاني معلوش اسم. انه يعني. عشان الناس تطمن ان اليوم الثالث ده ده عزيمة. واحد الناس قال لك لا عشان الناس ما تفهمش ان يدي رخصة. وان ربنا بيحب تقطع ان تقطع رخصه كما يحب ان تقطع عزائمه. فالافضل انه يمشي بعد اليوم الثاني. فمن تأخر فالاسم عليه. ونحسن امرنا ان احنا نتعجل بالرجوع لو احنا اخضنا من السكن. فلا اسم عليه فلا اسم عليه. فا اذا اللي يقعد يومين معلوش اسم ان هو ما عادش التالت وتأخر. واللي يتأخر معلوش اسم. ان هو ما مشاش بادري واخد بالرخصة. واللي ماشى بادري معلوش اسم ان هو ما عاد يقخرش. يبقى اللي اتأخر ما خدش بالرخصة. معلوش اسم ان هو ما خدش بالرخصة. واللي واللي ماشى بادري معلوش اسم في ان هو ما عمدش اللي عباما يكون اللي هو من وجهة نظر الناس الاكمل ان يقعوا تلات يام ولان احنا قلنا الباميت بميناء في التلات يام دول واجب لوجبات الحج. انو ع استخدام قال من طرق واجبا واجبات الحج فعليه دم. كما قال عبدالله عباس في العديد الصحيح. فبعض عرماء قالوا ابار التلات يام دول في ميناء بدم بعضهم قالوا كل الليلة بدم. بعضهم قالوا دي سنة ما فاش دم. لكن ارجح ان التلات كلها الليلة بدم. لكن ع استخدام رخص. اللسان رخص لبعض يومين عايز يمشي يمشي كما قال في كتاب الله. لكن الصحيح فلا اسم عليه. اي فلا اسم عليه في باقي في 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 آآ في باقي عمره انه خرج من الحج كاومي ولادته امه. كما قال العصوصا في الحديث الصحيح من حجة لم يرفص ولم يسخب ولم يفسق خرج من ظلوبه كاومي ولادته امه. يبقى اذا خرج من ظلوبه كاومي ولادته امه. يبقى انت خرجت من ظلوبك. بشارط ان انت تكون التقيت في كل مناسك الحج. ما ارتكبتش محظور من محظورات الاحرام. لم ترفص. لم تفسق. فما فرض في هن الحجة فلا رافظة ولا فسوقة ولا جدالة في الحج. فما تكونش فعلت او فعلت محظور من محظورات الاحرام. الكثير المعروفة ان انسان يلبس مخيط او محيط. او ان انسان يقص الازافر او يقص الشعر او يصطاد. او يحط طيب. او يتكلم في امون النساء والجماع. او يفعل مقدمات الجماع. كل تلقس كثيرة من سواب الحج. وبقاش يتطقى في الحج وبالتالي. يبقى عليه اسم. فالربولا بيقول ايه فمن تعجر فيه لا يوماني فلا اسم عليه. ومن تأخر يعني قعد لغاتي اليوم التالت فلا اسم عليه اللي ما يتطقى في مناسك الحج وهو ده صحيح. وبعض الامان اقول ما يتطقى للعام القادم لما يحج السنة الجاية. طبعا هذا قوله ضعيف جدا. لان مينة ما فيش دليل بيدل ان هو مقصود بها لغاتي السنة الجاية لما يحج. ومينة قال لان will in the نس في طلب منها تحجيك كل سنة. لكن. اه بعض الناس بعض الناس خدو بحديث وصحى متابعه بين الحج والعمرة. في انهち يحج ان ينفي الزلوك كما يتنفي الجير الكير الخبس الخبس. فالاك وبعضهم قال ان هو يتقى صيد في اليوم الثالث اذا تتقى الصيد في اليوم الثالث. لكن معروف وبعضهم قال اذا تتقى في باقية عمري. يعني بعضهم قال فلا اسم عليه ما يتتقى Woodyielle simple تقتلق على ايه ما يتتقى في باقية عمري. فحيموت معلوش اسم لانه خرج من الحج معلوش اسم وكمل حياته مفهود غير اسم يبقى حيفضل معلوش اسم من غاية ما يموت لكن الصحيح فلا اسم عليه اذا كان التقى في مناسك الحج كلها ما فعلش محظوم معصوصة الاحرام او ترك واجبات من واجبات الاحرام فيجوز له انه يمشي بعد اليوم التاني او يجوز له انه يمشي بعد اليوم التالت او ينفر من اليوم التاني او ينفر من اليوم التالت من جمالات العقبة الثلاثة لما تأخر في الإثم عليه لما يتقى واتقوا الله وعلموا إنكم إليه تحشرون واتقوا الله أي أي تقل الله سفحة الله في مناسك الحج وعلموا إنكم إليه يتحشرون شوفوا ربما سفحة الله pie avec vous ربما سمع ترفرض على الحج حتى يذكرنا بيوم الايامة و بالموت و بالقبر و باللبس المخيط و المحيط لكي يتشبه بأهل القبور و هم لابسون الكفن و نترفع على كل أمور الدنيا و نطيب و نساء لكي نقطع للعبادة و نزحم و نحشر و نشبه بيوم الحش و القيامة ربنا سبحانه نختار كلمة تحشرون لكي نفكرنا بالحش كيف كنتم تحشرون و كنتم موقفون في مينة و في المزدالفة و في الطواف كنتم بتعانون أشد المعاناة من الزحام ستحشرون يوم القيامة بأشد من ذلك بكثير لما نلبس الإحرام نتذكر القبر نتذكر ملابس الكفن لما نقف في الزحمة في الحج نتذكر يوم الحش لذلك قال ابن صفحة تعالى و أعلموا أنكم إليه تحشرون هذا تفسير مبسط لقرار الإحرام ما قلنا أقول القول هذا أستغفر الله و ليه لكم نتنسوه في القرص و تشاهدوا على شكرا 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 شكرا